مرحبا فيكم أهزائي وهذا فيكم في قناة المنوعة ومعاكم أم نور اليوم حبيت في هذه الحلقة إن شاء الله إن شاء الله رح تكون عن أسئلة للتلاميذ لما شفت من تفاعل كبير من التلاميذ في حلقة جدول الظلم أعجبهم كثير كثير من تلاميذ دول العالم شافوه وأعجبهم كثير اتفاعلوا مع كثير وحبيت اليوم أعطي أسئلة في جدول الظلم أربعة أسئلة وأتمنى من التلاميذ الحلوين يحلونها مع الخطوات اللي علمتكم فيها وترسلوا لي على الإيميل أو ترسلونا رح تشوفون الإيميل في صندوق الوصف إيميلي ورح أيضا أحطها على الشاشة إن شاء الله وبغيتكم تكتبوني الحل مع الخطوات وتكتبون أسماءكم ومن أي دولة وترسلوا ليها تحلونا تصورونا بالفون وترسلونا على الإيميل وإذا حبيتوا أيضا ترسلونا على الإنسجرام رح تحصلون كل عناويني موجودة في صندوق الوصف ورح أكتب إن شاء الله أيضا في الشاشة أسئلتي هي رح تظهر عندكم في الشاشة والسؤال الأول السؤال الأول إذا كان عشر بيض يحتوي على ست بيضات فكم بيضة في سبع أعشاش؟ تحلونا السؤال السؤال الثاني للعنكبوت ثمانية أرجل ما مجموع أرجل ثلاث من العناكب؟ السؤال الثالث لدى محمد ثلاثة أكياس من البالونات وفي كل كيس يوجد تسع بالونات فكم بالونا لدى محمد؟ السؤال الأخير كان أربع أطفال يلعبون كرة التنس معا وكل واحد أحضر عشر كرات معه ما إجمالي عدد الكرات التي عندهم؟ أتمنى أنكم تحلوني الأسئلة مثل ما قلت لكم تصورون الحل خطوات الحل وترسلوا ليها وتكتبون الإسم وأيضا من أي دولة وهذا هذه الحلقة لليوم ومشكورين وبارك الله فيكم أتمنى لكم التفوق إن شاء الله مشكورين ترجمة نانسي قنقر